اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضافي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أحمد عبد الفتاح زكا بوكبات كابتن إسلام أهلاً بيك وأهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي كله كويس؟ الحمد لله تمام دنيا تمام والأمور كويسة الحمد لله الأهلي كسب الزمالك في الطائرة لك في الطائرة تتفرج؟ أه تتفرجت على شوية شدوني كده شوية خلي بالك ماتشات الطائرة والسلة والهندبول والحاجات دي بتبقى ماتشات صعبة أصعب الكرة أكيد طبعاً خلي بالك لأنه كلها قريبة جداً قريبة جداً من بعض والماتشات التنافسية دي بتبقى ماتشات حلوة الحقيقة وتحب تقعد تتفرج عليها وتتبسط وعندنا الحقيقة في الطائرة تحديداً الماسترز دول واخدين كل حاجة تقريباً أكيد طبعاً لأننا موسم طويلة جداً الطائرة احنا متزعى منها ويمسم بس اللي فات كده حصل فيه اهتزاز شوية لكن إن شاء الله السنة دي كده بدأ يتهيل الحمد لله وبالنتائج الجبية وربنا يسهل في جميع الألعاب إن شاء الله يا رب إن شاء الله كابتن خلينا نبدأ معاك بمباراة المصري مباراة المصري مباراة مهمة مباراة صعبة مدير فني محترم مدير فني عنده تاكتك عالي وفي نفس الوقت عنده حماسة عالية كابتن حسن بالتالي هي دائماً بتظل مبارايات صعبة أكيد طبعاً عارف إن المباراة اللي فيها كابتن حسن أكيد كابتن حسن حسن هو وجوده في الناد الأهلي أنا عصرت كابتن حسن هو ملعب في الناد الأهلي حتى في التأسيمة كتش يحب يخسر فالمباراة بالنسبة لنا صعبة جداً لإن بيوصل كابتن حسن بيوصل الروح لعبة المصري بقلب وروح إن هم المباراة بمشاكل مختلف تماماً يعني حتى كم أنت سباك من المصري أي فرقة بتلعب الناد الأهلي من الزمان كله بتتكلم في النقطة دي أي فرقة بتلعب الناد الأهلي المواضيع كلها بتختلف فالمباراة كابتن حسن بعد إخسارته الأسوان كسب مباراتين كسب الداخلية مباراة اللي فاتت كسب الاتحاد ستة بونت كان مهمين جداً وعمل مطش حلوة حلوة جداً أرغب إنه دايماً كابتن حسن بيقول إنه عنده نواقص كتيرة هو كان بيتكلم في تدعماته وده الطبيعي إنه جاي على الفرقة مش هو العمل التيم فعنده طموح إنه هو يوصل المصر حقيق للحتة كويسة وكله بيفكر دوقت في المركز الرابع كابتن حسن بطول عمره مع المصري موسم كتير جداً لقى في بطولة أفريقيا وبيفكر في الحتة دي في ظل التدعمات اللي هو بيفكر فيها الفترة الجاية لكن إحنا برضو عندنا دوافع وحاو يافز حاجات كيرة جداً منفكر فيها كافرة النادي الأهلي طبعاً الموسم ده عندنا طموح ودوافع إنه إحنا إن شاء الله نرجع للبطولة بتاعتنا اللي إحنا المحبوبة بالنسبة لنا الدور العام الأداء شوية بشوية بفي تحسن ده طبيعي في نتاج سعبته بنتاج سلبية ونتاج إجابية الدوري طويل لكن إحنا لازم نصبر شوية كجمهور النادي الأهلي مش عايزين نضغط شوية على الجهاز الفني على اللعيبة لكن أنا شايف إيجابية الموضوع كله أنا شايف نتاج إيجابية على الأقل فيش خسارة أولا خسارة الحمد لله حد دلوقتي مساعة جهاز الفني الجديد لما جاءوا للموسم لكن إحنا ساعات بفيه ألأ شوية وده طبيعي الألأ الموسمين اللي فاتوا خلينا أي نتيجة حتى لو تعادل بتوصل أن إحنا قلقانين شوية لكن أتمنى إن شاء الله أن إحنا ندي الثقة للعيبة ندي الثقة للجهاز الفني وإن شاء الله لأمرته بأفضل كيف ترى هذه المباراة من الناحية الفنية الأهلي من الممكن جدا بنشوف تغييرات كثيرة بيعملها مارسيل كولر جاء على الجانب الآخر كابتن حسين برضو تغييراته بسبب الإصابات يعني كيف ترى هذه المباراة إحنا برضو هل عندنا مشكلة عندنا مثلا محمد عبد المنع المباراة اللي قبل الفاتت حصل إجهاد وبدأ محمد عبد المنعب يعني يجري في الملعب مش عارفين هل هو متواجد في المباراة أو لا لكن أنا كنت مع حضر لك في برنامج هنا في أول الموسم وحنا بنتكلم على سكوات والنادي الأهلي وطول لك أنا ما عندنا مشاكل في حيات في الماكل كثيرة جدا يعني محمد عبد المنعب موجود فيه ياسر إبراهيم بيلعب جنب محمود متولي عندنا مشكلة ربنا يشفي طبعا أكرم توفي محمد هاني هو دلوقتي وعمل أمورات جيدة جدا عايزين كجمهور النادي الأهلي ندع محمد هاني محمد هاني لعيب كويس جدا وعايب كرة هايل حاجة جميلة فعايزين إحنا ندعيمه ونديره ثقة محمد هاني من لعيبة كويسة جدا مع صفقة خالد عبد الفتاح اللي هي جاية من سموحة فدي حاجة كويسة جدا عندنا في ناحة الشمال معلول عندنا في أي حتة في الملعب وجودنا في نص الملعب لما جينا تكلمنا في الأول عندنا ديانج حمد فتحي السولية وجينا الصفقة اللي هي المهمة جدا الرابع تعمل أي فرقة كابتن إسلام لازم فيها أربعة دفندرات حيلا عندنا ثلاثة في الأول جبنا الرابع مروان عطيها نعم مميز جدا من الاتحاد فبقنا أربعة دفندرات فبقنا عندك مشكلة في أي مكان ربنا يشفي كريم فؤاد حسين الشاحات ركب وقدم مباراة أنا شايف المباراة لفاتت أداء جاية جدا لحسين الشاحات رجع صورته لجمهور النادي الأهلي وطمأنينة المصالحة اللي حصلت بين أفشا وجمهور النادي الأهلي برضو المباراة لفاتت بيحرزوا هدف جميل حاجات إيجابيات كتيرا جدا لحصلت فتر الفاتت صحيح الدرج الكبير اللي عاملوا عمر السولية واحرزوا هدفين في المراد برضو من النتاج لخلت السولية برضو يرجع في حيات التهديف دي فحاجات كتيرا إيجابية هتخلينا في المباراة عندنا صيقة وحنا ندخلين للمباراة عندنا صيقة المكسب عندنا دوافع أن احنا نقدر الحافظ على القمة عايزين نيبعد عن المنافس التقليدي بتاعنا حدلوقتي فرق خمسة بونت عايزين نيبعد كمان طول ما انت بتكسب ما ببصش تحتيك طول ما انت بتكسب ما بصش تحتيك أتمنى أن احنا نفقف في المكسب المباراة الأخرى ومهمة أول توفيق يا رب إن شاء الله يكون التوفيق معنا بإذن الله المصري وطريقة لعب المصري من وجهة نظرك في المباراة القادمة بص كابتل حسام حسن لو ركزت معاه بيتركيزه قوي جدا في كورة السبت أوكي معظم أهداف الله يرحبك كابتل حسام فترة طويلة جدا بيركز الكورة السبت وبالذات الدربات الركنية وتمالي بيشتغل على العرض القريبة من أيام ما كان موجود في المصري من ثلاث مواسع يعمل على العرض القريبة واللي في العرض القريبة إذا حلقها هو بيشتغل على النقطة دي معظم أهدافه كده عنده أنا شايف أن مروان حمدي من العيبة المميزة جدا بيتحرك كتير جدا مهاجم جيد عنده في ترابط من الخطوط عنده في الشكل اختلف كابتل نهاب جلال غير مع كابتل حسام حسن في في تنظيم في تنظيم في الفرقة شوية لأن كابتل نهاب في أول الموسم أي فرقة في أول الموسم يبقى لسه فيها بعض المشاكل لسه ما حافظوش بعض التجانس ده حصل مع كابتل حسام حسن فرقة المصري اختلفت مع كابتل حسام حسن زائد أن هو بيعل الطموح مع أي فرقة لكن أنا شايف أن الحمد لله بأن مسلمين ثلاثة إحنا متفوقين على الناد المصري بنتيجنا الإجابية أكتر لما بيجي اللعبهم أتمنى إن شاء الله تكون النتيجة إجابية في صلاحنا المبرجة إن شاء الله طريقة اللعبة اللي بيلعب بها كابتل حسام حسن هل حضرك شايف أن هو هيقفل ويعتمد على الهجمات المرتدة ولا هيبادل للنادي الأهلي لا كابتل حسام حسن يعني جريء يعني فيه نوعية مدربين فيه مدربين أداءهم زي يعني ده أداءه دفاعي وده أداءه هجوم بإجاب يجي نشتغل دفاعي مش هشتغل على قد الفكر اللي جواه كابتل حسام على طول فكره هجومي حتى لو بيلعب النادي الأهلي بيلعب النادي الزمالك لا بيلعب نفس الفكر اللي بيلعبه أي فرقة فهو عنده طمع في المباراة لأن انت عارف إن اللي بيكسب النادي الأهلي وبكسب النادي الزمالك بياخد أنا أقول صيد كبير جدا لكن التعادل بيوعد يمكن المباراة عادية تعادل مع النادي الأهلي لكن هو هو بيحب النقطة دي يكسب النادي الأهلي يكسب نادي الزمالك فهي دي اللي هتختلف بالنسبة لكابتال حسام حسن مع فريطة المصري ممكن أي فرقة تاني بتلعبها مع النادي الأهلي لا بيفكر ياخد بونت بالنادي الأهلي معظم الفرر اللي بيعاب في الدورة العام اللي بتلعب بالنادي الأهلي بتلعب بالشكل ده عايز ياخد بونت يقفل يلعب زون ديفنس كله تحت الكورة لكن مع كابتال حسام حسن الفكري بيختلف بيلعب جيم مفتوح عايز يكسب وده اللي بيختلف من كابتن حسام لأي مدير فاني تاني في الدورة المصر طيب كولر بيحشد أسلحته لمواجهة النادي المصري خلانا طلعنا نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين شركة الكرة تبحث بحقوق الأهلي في المنديال وتعرض تصورها على رئيس النادي عقد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا ظهر اليوم مع مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة المهندس عدل القيعي وعدوية كل من الأستاذ خالد عبدالقادر والمهندس أحمد حسام وقام مجلس الشركة بعرض التصور الخاص بها واستراتيجية العمل على الكابتن محمود الخطيب بصفته المفوض بشؤون قطاع كرة القدم وأيضا التنسيق الدائم بين النادي والشركة في كافة الملفات وفي ذات الاجتماع ناقش الكابتن محمود الخطيب الخطوات التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لبيع الحقوق التسويقية المسموح بها للفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية والتي تجرى فاعليتها بالمغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير القادم يذكر أن الشركة حصلت على هذه الحقوق من النادي وفقا للمهام الرئيسية المكلفة بها إذن ده خبر بنقول لحضراتكم النهاردة الظهر حصل هذا الاجتماع وزي ما حضراتكم سمعتوا كده إن شاء الله تسمعوا أخبار عن هذا الأمر خلال الأيام القادمة طيب أهم الأوراق الرابحة اللي بيعتمد عليها النادي المصري يا كابتن أحمد يعني الفترة اللي فاتت كنا بتشوفه بيعتمد على جريندو مروان حمدي الحقيقة بيقوم بدور متميز من الناحة الهجومية خلال هذه الفترة أكيد الاعتمد فعلا على مروان في حاجات كثيرة في المباراة كرة طويلة وبيشتغل في كرة طويلة كويس قوي بيبنى محطة كويسة جدا جريندو بيعمل برضو مشاكسات كبيرة جدا مع هجوم النادي المصري لأ فرقة النادي المصري تحس إن فرقة يعني اختلفت الشكل اختلف تحس إن ما تتكلمش عن اللعيب بس فيهم لأ بتتكلم عن التيم أي فرقة مع كابتن حسام حسن كابتن حسام حسن مش تحس إنه ما بيجي يمرن أي فرقة تحس إن كابتن حسام حسن هو نجم الفرقة دي تحس إن فرقة بتتكلم عن فرقة مش بتتكلم عن اللعيب مميز فيها فنادي المصري من التيم من الفرقة اللي بالشكل ده فرقة منظمة بتدفع كويس بتهاجم كويس روحها في المباراة اللعبة هتحس كمان في الكورة المشتركة مختلفين جدا بيشتغلوا بقوة جمدة جدا في الكورة المشتركة عندهم الكورة حتى كمان الاستلام وتسليم عيلة عندهم مع كابتان حسام حسن معهم طبعا جاس فاني أنا بحب كابتان طار السليمان نعم طار السليمان من المدربين الكويسين جدا في الحتة دي بيشتغل مع كابتان حسام بقاله فترة طويلة جدا وهو اللي بيشتغل في التامنين كويس أو في الحاجات دي اللعبة اللي بتمسك الكورة بتعرف تشتغل بالكورة بتعرف تبني الهجمة فالنادي المصري هيلعبنا بالشكل احنا عندنا برضو فرقة بتاعتنا اللي لها شكل اللي هو لها دلوقتي أداء الحمد لله لنا شكل مميز عندنا كمان ما عندناش مشكلة تحس ان لو فيه تغيير فيه لعبنا مثلا اذا كان لعبنا محمد شريف لعبنا شادي اي حد بيلعب كابتان دلوقتي ما فيش مشكلة خالص التيم بتاعنا الحمد لله الاساسي زي الاحتياطي زي الاتحسن معنا عشرين أو خمسة وعشرين لعيب على مستوى علي جدا كلهم بيلعبوا بالضبط جدا اتمنى ان شاء الله نشوف بالصفقات الجديدة هل المباراة دي او المباراة اللي جاية الحمد لله دينا دلوقتي طلت صفقات كويسين جدا اعتقد ان احنا الحمد لله بالنسبة للصفقات كابتان احمد الامور مشى بالحيل وحسألك عن خالد تحديدا لان حضرتك مسكته لما كنت المدرب بالنادي سموحة حسألك عن خالد ولكن بشكل عام اعتقد التدعمات حتى الان ثلاث او ثلاث صفقات خالد وخالد عبد الفتاح ومحمد الضو حاليا او منذ قليل اعلن النادي الاهلي على شراء مروان عطية من النادي للتحدي السكندري وبالتالي ثلاث صفقات مهمة في الطريقة طول عمر انت حضرك عارف النادي الاهلي بيشتغل على المشكلة اللي في الفرقة يعني نعم بعد اصابة اكرم وكان عندك مشكلة في باقي يمين ففكرت في مين قارب واحد لشكله مميز خالد خالد عفتاح من العامة الموزنة مرضتهم في السموحة بس من ثلاث سنين سنة 2019 كان لسه خالد لسه طالع من تحت السن متمرى مع الفريق الاول باله فترة كان معي طبعا المدير الفني كابتان حمالة صدقي فخالد كان بيشتغل خالد عنده شخصية اللي عجبني فيه حاس انه فيه شخصية من النادي الاهلي اللي هو الالتزام التركيز مع ان انت عارف كل واحد في السن ده يعني بيهزر شوية لسه زوية اه لا خالد طول عمره ملتزم في التمرين بيقدي التمرين زي المباراة بالزبط في وسط فرقة الاسموحة كان برضو فيها نجوم كبير جدا كان حجز مكانه بيلعب كلاعيب أساسي خالد عنده سرعات قوية جدا بيشتغل التقطات العكسية كويس جدا اختلاف بقى السنتين ثلاثة اللي انا شفته بقى دلوقتي اللي ببجأ شوفه الحتة الهجومية حتة الهجومية ده بيطلع كرصاته جيدة جيدة جدا اه فشكله اختلف الخبرة زادت انا شايف ان هي ان شاء الله مع الثقة الزيادة ويخش في وسط تيم النادل الاهل انت عارف احنا وغدين وعارس التشور ان شاء الله ياخدوا الثقة دي ويبقى صفقة مهمة جدا للنادل الاهل كريستو متعارب برضو احنا عندنا مشكلة شوية كان مثل كوري بيتكلم عن الحتة المهاجمين بيجرب فيها كتير جرب شادي جرب محمد شريف جرب برستاو حسام حسن قبل ما انتقل اسموحة هو بيدور على مهاجم بشكل معين فده ده طبيعي ده طبيعي انت راجل بتشتغل بتوصل فرقة بتوصل كتير لجون اه فاتب اتاج مهاجم 23 و 24 و 5 لو ينفع اه بتوصل لجون كتير عايز لحد يترجم لك الحتة التاكتك اللي انت بتشتغله محمد اتدوش من نجم السحلي صفقة صغير في السن اتمنى برضو التوفيق مهم جدا انا كابتن اسلام التوفيق مع اي صفقة انت بتجيبها مروان انا بتبعه فترة طويلة جدا في الدورة المصري مروان اه احنا محتاجين محتاجين لايف نص الملعب بالشكل ده احنا محتاجين حد انا شايف ان حتى كنا بستعين قفشة وكان بستعين قفشة في حتة نص الملعب لان قفشة راجل كوير فهو تحس ان فيه حتة من قفشة لكن هو بقى الحتة ده بتاعته نص الملعب بيشتغل فيها بقى له فترة طويلة جدا في الدورة المصري وبيدافع كويس جدا جدا ومهم جدا في وسط ديانج ساعة بيحصل اصابات انت عارف انذارات حتة الديفندر دي بالذات اكتر اكتر مكان في الملعب بيحصل فيه انذارات انا دايما بشوف ومعرفش حضرتك برضو معايا في هذا الامر ولا لأ ان الفرق الكبيرة تحتاج تدعمات كل صيف وكل شت طبعا اكيد اكيد اكرم وكريم اكرم توفيق وكريب وايد اتنين اللي بيلعبوا واحد 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 او جناح عيما اللي اتنين اللي لتصابوا سبحان الله بثانية بالزبط صح ولا ليس صح صح فدايمن وبعدين انت بتلعب في بطولات جمهور ولسه بطولة افريقيا جاي كمان ده لا ابتلعب في بطولات كتيرة بطولة افريقيا ودور وكاس ومطالب غير الكاس العالم غير الكاس القديم غير الكاس الجديد غير الهصة اللي احنا فيها دي واللغباط اللي احنا مش عارفين نتكلم فيها دي لكن في النهاية انت بتلعب فطولات كتيرة جدا ومطالب دائما بالفوز جمهورك ما بيطلب ما بيستحملش أي حاجة غير المكس فده ما يعني لا يعيب اللعيبة اللي عندنا بالعكس ده بيزيد الحماسة وبيزيد التنافس وبيزيد اله انا عايز العب انا مبلعبش الواحتي انا ورايا اتنين تلاتة بيدببوا زي ما دايما كانوا بيقولوا لنا في الكورة التنافس ده بيعلي المستوى بيخليك انت تركز بتعرف ان انت مش لوحدك في المكان ده انت لو كسلت شوية هتلاقي حد تاني عنده طموح نوبة بأساسي في الفرقة فهو ده هي دي فرقة النادي الاهلي كلم في 25 او 30 لعيب كلهم في نفس المستوى فرق حاجات بسيطة جدا انت بتشتغل او انت كمدير فني بتختار مثلا مهاجم بيلعب مهو كويس بتختار مهاجم بيقف على كورة كويس بيبقى عندك تنوع في اختيارك للعيب نفسه ده ده المدير الفن الزكي لو بيختار كل انا عندي مثلا جناح مهاري عندي جناح بيعمل كروسات كويس فلازم يكون عندي تنوع في اختيار للعيبة عندي العيب نص ملعب بيقطع كويس عندي العيب نص ملعب بيقف على كورة كويس ويمسك الكورة ويباص مهم جدا كمدير فني يكون عندي جميع نوعات اللعيبة لعيب كوير لعبي خبط لعيب هداف هدي الفرق كبيرة صحيح طيب من وجهة نظرك الى اي مدى تطور لعيبة النادي الاهلي مع عمار سيل كولر والله بس هي فيه مشكلة بس ها كابتن اسلامي اللي هي الالأ فيه قلق شوية مش من لعبة النادي الاهلي لا من الجمهور النادي الاهلي او كل مليانساة من النادي الاهلي ده طبيعي اه ده طبيعي جدا لان انت انت لازم كمدير فني وحضرتك مدير فني كبير وعارف هذا الكلام انه المدير الفني بيحاول يضع قناعاته اكيد بعيدا عن رؤية الجمهور اكيد الجمهور من حقه ينتقده من حقه يرى ما يراه الجمهور ده هو العامل الرئيسي والاساسي لكن في النهاية المدير الفني هو من يضع قناعاته اللي اقتنع بيه مجلس الادار عشان كده جابه خلي بال حضرتك اكيد في عالم السوشال ميدي دلوقتي السوشال ميدي بقت مؤسرة جدا لكابتن اسلام طبع بس من الحاجة الكويسة ان احنا مدير فني اجنبي دلوقتي السوشال ميدي بتحكم مع اي مدير فني لو مصري بتلصر عليه بتقلقه يبقى غلطان والله فيه بقى مدير فنيين اجانب بيوصلهم الكلام وانت عارف دلوقتي السوشال ميدي بتأثر كتير جدا نهاردك لاتن برجا كابتن وصلوا الكلام وصلوا الكلام يعني وصلوا كلام اتقالوا انا اتهنت اتقالوا على كذا اتقالوا على كذا اي بقيت اعضامك بصدارة الاتحاد قالوا انا اتهنت وانا سمعيتي وانا اثر على فكرة انا بس محبتش اقول هذه الكلمة عشان ما يقولكش ده لك وقالك واتكلم كده قالي ان قناة الاهلي مثلا ان ما بيجوا بينتقدوا لكن عمرهم ما بنتجاوز بعمرهم ما هنتجاوز بانتقد شغل بانتقد موقف بانتقد شغلك يعني انت ممكن تبقى معايا النهارده انت بكرا مثلا انت مدير فني عادي جدا عادي جدا طلعت بكرا غلطت في حاجة ايو ايو انا بانتقد شغل بانتقد موقف بانتقد لعبة لكن ما انتقدش شخص صحيح لا ما تباوزش في حق شخص بالزبط كده هو ده الفرق لكن اه طبعا السوشال ميديا مؤثرة وكل حاجة ولكن في النهاية لها دورها الإيجابي واللي دايما هيظل موجود ولكن انا كمدير فانا بشوف ان المدير الفني اللي يضع السوشال ميديا في حساباته في الاعتبار يبا هو يقول شخصيه مهزوزة مش مسألة مهزوزة او مش مهزوزة مسألة ان انا انا عندي قناعاتي باحمد عبد الفوع خلاص بقولك يا كابتن هو لما لعب كريم فؤاد في الاول خال كل الناس ازاي لو هو ما عندوش القناعات بكريم وكريم ساعده ان هو يكسب بالزبط او ان هو يجيب له جنف التاني في التالت ويتفوق على نفسه على جميله التوفيف القرار صح ولا مسصح لو هو ما عندوش القناعات من الاول مش شوفنا كريم بهذا الشكل بالزبط كده كابتن بالزبط كده انا قلت هو القلق بس شوية لكن احنا زي ما قلت لك في اول الحلقة لا النتائج ايجابية احنا بنتكلم الفرة ما خسرتش ولا مباراة صحيح فرق بينك وبين المنافس اللي تحتيك خمسة بنت في الدوري اه في الدوري اداءك في المباراة في تطور في لعبة مهم جدا مع اي مدير فني في لعبة ما ديجي تتفرج عليها تقول لا اداءه دو غير من السنة اللي فاتت مثلا ديانج ديانج من اللعبة لادها بيتطور عمر السلاء اداءه بيتطور حسين الشحات بدأ يخش طهر محمد طهر كان بدأ كوسب بس الاصابة اللي بتكلم ان هو اداءه تطور جدا في بدل الموسم علي معلوم ما شاء الله راجع من كاسة انا برضو اعمل شكل جدا جدا تتكلم على محمد عبد المنعم تولي شناوي ام وقف تاني لا طبيعي انت بتشغل يا كابتن موسم طويل قفشة بالمناسبة وعودته الرائعة ما فيش حد بيفضل طول الموسم على نفس المستوى ده طبيعي ان انت شوية مباراة كده تلعب خمس مباراة مثلا باداء جيد وتيجي مباراة في النص عادي جدا ده ما فيش فرقة بتفضل طول العمر في منحنة عالي المنحنة ده بيعلى يعلى وده طبيعي انه ينزل شوية ويعلى تاني اتمنى ان شاء الله السنة دي بس المنحنة يفضل يعلى لمواتشات اكتر يا رب جو ده طبيعي ان احنا ممكن ينزل شوية لكن زي ما بقولك لعابة النادي الاهلي من اول الموسم اللي حصل الموسم السابقة لا مش عايزين يقرروا معينك واخد بطولة افريقيا او تاني افريقيا الموسم اللي بعد دي تالت عالم مرتين لكن مشكلة بطولة الدوري دي بطولة الدوري دي بعيدا عن بطولة الدوري دولة الدوري عندنا مشكلة فيها سحية حقيقية يعني ممكن نقول نواحي فنية وكذا وكذا ولكن ايضا التحكيم في مصر كان له دور خلال السنتين اللي فاتوا انا حفضل اقول هذا الكلام لانه انا السنة اللي فاتت يا كابتن جبت على الشاشر اللي هناك دي جبت جمهور النادي الاهلي حاجات موقف كتيرة جدا 15 نقطة فقدهم النادي الاهلي وحوالي 12 او 13 نقطة او اكتر شوية كسبهم المنافسة على جان الاخطاء التحكمية هدف دخل الجون لم يحتسب وطلقت متعادل دي الحاجات اللي أنا فاكرها فاكرها طرد مطش المقاولين امير عابد في حمدي فتحي ولم يطرد امير عابد بولا حركة الراقبة العاب اه انت فاكرها العاب حطيرة العاب واضحة كان لها تأثير كوي جدا كان لها تأثير في تغيير من مباراة وتغيير الموقف الفرقة تغيير في النهاية اه موقف الفرقة لكن انت زي ما حضرتك بتقول وصلت نهاية افريقيا في اخر خمس سنين تلت مرات تلت مرات تلت مرات يا جماعة ده رقم كبير جدا يعني بجد يعني بجد رقم كبير هذه اللعبة دي تستحق التحية وتستحق ان احنا نغف دهرها عشان كده اه لما مستقوهم يقل وعندنا اخطاء وفي حد يقدر يقول ان احنا ما عندناش اخطاء هل حضرتك متخيل ان ادارة الكرة في النادي القالي ما تشعارف ان احنا عندنا اخطاء مثلا لا طبعا اكيد عندنا اخطاء وحطين ايدهم على اخطاء وبيحاولوا يصلحوه اكيد اكيد فانا الحقيقة باستغرق يعني باشوف ان ايه طموحنا الجمهور النادي القالي هو اللي نقل الطموح ده لنا كلنا اكيد احنا عايزين دايما نفضل نكسب 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 بس مش اي حاجة تامنة هي دي المشكلة مشكلة انا كنت موجود في النادي القالي مشكلة حلوة بسحال الحقيقة طبعا انت اتولدت على كده اتولدت زي اللي بتولد في بيت عايز مكسب على طول ده بيتنا بيتنا معودنا ان احنا لازم نفكر في المكسب على طول نفكر في مرسل تتويج على طول ضريبة لعبة النادي القالي انه بيخلص بطولة يكون وقت بطولة والفرحة بيبع عنده تاني يوم او بعدها بيومين تلاتة معسكر لمباراة تانية في بطولة تانية تلاقيه نسي خلاص البطولة دي وداخل تركيزه في المباراة التانية لانه عارف ان الجمهور بتاعه لا يقبل الا البطولة التانية ما بيشبعش بطولات فلعبت النادي الاهلي عندهم الاحساس ده وعندهم الدوافع دي كلها فان شاء الله البطولة السنة دي مختلفة اللعبة حاسين بالاحساس ده حاطين بطولة تدور غير اي بطولة مع ان اي فرقة في العالم كل تفكيرها في البطولة القرية اي لكن احنا في مصر هنا عشان البطولة دي بتبقى مع المنافس التقليدي بتاعك لا بس احنا تقول بطولات على فكرة اه اه انا بأتكلم على بس اي فرقة في العالم تقولك لا انا خدت بطولة قرية بطولة افريقيا بطولة اوروبا ايه المشكلة مااخدش الدور ايه المشكلة مااخدش الكاس ايه المشكلة لكن انا خدت بطولة افريقيا افريقيا لكن ما حدث من الاتحاد المصري الغلطة على الجواب الجواب المستخاب بالغاية دلوقتي جيت بقى على بطولة كاس عالم الأندية تاخد ثلاث عالم مرتين وارباعد برضو يعني مش المرة الأولية جاءت صوت فلا مرتين وارباعد فأنت تستحق لأنت فرق دلوقتي كل العالم عارفين مين إنه دل أهلي تحية وأنا النهاردة بتكلم كان معي أحد نجوم أوكلاند سيتي هو بيكلم الاحية كنت مبسوط جدا يا كابتاني مجارجة هو لعب أسباني مع أسباني أسباني ووامواé سمعت كابتان كنت مبسوط جدا عارف كل حاجة عن نادي الاهلي غير إنه هو لا المدير الفني كان معي مدير الفني أوكلاند سيتي كان معي مبارح برضو هو أسباني بالمنazم برضو الاتنين بيتكلموا عن نادي الأهلي عارفين قيمت مبسوط لا أنا مبسوط أو فخور عنه والمدير الفني هو بيتكلم عنه لا تحس كده وانت واقف بتتكلم انه هو بفخر وخلي بالك يعني ده ولا له ولا عليه يعني اللي هو شايفه من وجهة نظره يعني حتى هو بيقولي لا مش هتخليني يقولك مين احسن ناس ومش عارفهم. لا متابع وفرة اوكلاند احنا لابناه كتير. المشكلة انا كون مريجين كسر على ماندية. اول ما بلعب اول مباراة فرة اوكلاند دي. فحنا حظنا على طول فهم متابعيننا وقبل اي بطولة اي مدير فني بيجمع شرايط بيسأل على الفرقة اللي هي لعبها دي ايه فهو اكيد الموضوع متكرر احنا بقالنا مسلمين بنلعبها فبرضو ايه فايه برضو اللعبها هي هي ما تغيرتش كتير. اه واحنا في النادي الاهلي برضو لعباتنا برضو ما تغيرتش كتير فهو برضو حافظ اللعبها كتير فاتمنى ان شاء الله نعمل نتيجة برضو في كاس العالم عندها هتدينا برضو ثقة لما نرجع بيسأة Books انا مش حبتدي الفكر في كاس انا بقول للاخبار وكل الحاجة لكي انا مش حبتدي الفكر في كاس العالم عندyetنا عندي مطش المصري داولي هخلص مطش المصري يوم الخميس ان شاء الله يوم الجمعة مهما كانت نتيجة حقفة الخش على المباراة البنك Laser وبعدها هفكر في مباراة سموحة قبل نهاية كاس مصر مهما كانت نتيجة حقفة حقفة ما هي مطش الزمالك واحد وعشرين وبعده مطش البنك الاهلي بعد ماتش النادي الأهلي هتبدأ بقى تفكر في بطولة كاس العالم وإزاي نقدر نعمل كذا وكذا وكذا عشان كاس العالم ولكن بهذا الشكل لا ما هو ده اللي سيقول لك دلوقتي دريبة تلعب النادي الأهلي بيروح داخل بطولة البطولة دي بتخلص وعنده بطولة تانية على طول بيقفل دي بيخش على التانية وتركيزه بيخش مع البطولة التانية حي بطولنا دلوقتي كله تركيزنا دلوقتي في بطولة الدوري وإزاي نقدر نحافظ على الفرق ونقدر نوسع الفرق بيننا وبين أي فرقة تحتنا الفرقة تحتنا دلوقتي فيوتشر برضو من الفرقة اللي عاملة نتائج جباية جدا في الدوري أنا بس كنت أحسألك بقى ويعني فيوتشر في مركز التاني دلوقتي في وصافة الدوري حتى بعد الأسبوع العشر أو الحدوش أعتقد ده إنجاز جيد جدا فيوتشر بعد تاني سنة في الدوري الممتاز أجيد إحنا برضو يعني أنا شايف أن علي مهر مش واخد اللي استحقه لا على العكس لا تتكلم عنه كفرقة بصراحة نتكلم من المسلم اللي فات إنه هو يفوز ببطولة الربطة أول بطولة تعامل وعمل ووصل المركز الرابع بلعب بطولة أفريكا ووصل دوري المجموعات ماشي بخطوات سابتة وخطوات مهمة جدا ووصوله للمركز التاني دلوقتي في الدوري ومنافسة مع الدوري مع النادي الأهلي دي حاجة برضو كإدارة فيوتشر حاجة كبيرة جدا طبعا الناس بتشتغل في صمت بتشتغل بهدوء عندهم مجموعة من اللعيبة مميزة جدا يعني حتى في اختياره لللعيبة من الأول في تكوين الفريق إيه ده يعمل الفريق بالضبط كده دي حاجة مهمة جدا البلاك هو يمكن للفريق التاني مع النادي الأهلي اللي لم يهزم حتى الآن بالضبط كده فإنت اختيارك للتيم ده مهم جدا فهو عمل تيم كويس قوي حتى كمان لما بيجي يدعم بيدعم لعيبة كويسة بيجيب اللعيبة اللي عنده نوقف معينة بيقدر يجيب لعيبة على مستوى عالي أتاكب نالي فيوتشر في الشتاء قال إنه هو مش هيدعم صح؟ في الشتاء ده بصراحة أنا شاف إن الفرقة وعنده كمان بيداية كويسة جدا يعني هيقدر يستمر فيوتشر بهذا الشكل يا كابتن؟ بص هو كل تركيزه هو طبعا يعني أكيد هيقدر على قد ما يقدر ينافس نافس بس كل تركيزه إنه هو ما يخرجش من الأربع الأول المنافس قوي جدا كابتن السنة دي من الأربع فرق اللي في الأول كان نادي الأهلي، نادي الزمالك بيراميدز، فيوتشر لسه بقى تخش على أندية جمهرية اتحاد، كلم على اتحاد مصري ومصري أنا شايف بقى المحلة بدأ نتاجه تقل شوية فالمصري والاتحاد حتى برضو الاتحاد بدأ يقل برضو كان بدأ نتاجه جوى جدا بلحية عاملين تدعمات شتوية كمان جيدة جدا بالضبط كده فهتلاقي المنافسة قوية جدا 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 على المركز الأربع الفرق جدا زي الف منافسة قوية جدا جدا على الأربع فرق الثلاث فرق اللي هنزلو فدي منافسة قوية جدا جدا فالدوري هو منقسم قسمين فرق عايزة تاخد الدوري وفرق اللي عايزة تفتع على الهبوط فدوري صعب جدا جدا والبونط بالنسبة لأي فرق السنة دي صعب جدا هتلاقي كمان لو بصينا تحت هتلاقي 7 بونط و10 بونط فيها 4-5 فرق 10 بونط فأنا شايف أن الفرق اللي هتنزل السنة دي معدل اللي بنتها تبقى عالية حيبقى عالية عموما خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل في هذا الدور انا بشكرك جدا كابتن احمد على وجودك معنا دايما بنستمتع بوجودك معنا شكرا جزيلا شكرك كابتن اسلام شكرك شكرا جزيلا بشكرك كابتن احمد عبد الفتاح خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هلتقي بقى مع حضراتكم وفقرتنا الاخيرة الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ عبد الحكيم ابو علي في ضيافة البيت الكبير ولكن بعد هذا الفاصل